بغداد دار السلام ومنارة الدنيا تمر الذكرى 297 بعد الألف منذ أن شيدها الخليفة أبو جعفر المنصور عام 145 للهجرة والتي استغرق بناؤها خمسة أعوام لتتحول إلى مركز إشعاع للثقافة العربية والحضارة الإسلامية إلى العالم شهدت بغداد قمة مجدها وعصرها الذهبي في زمن الخليفة هارون الرشيد الذي اقترنت باسمه لتكون محط فخر عبر العصور حيث تجلت فيها أروع صور المدنية وامتلأت بالمدارس والمساجد والمستشفيات والمصانع وأصبحت الحياة فيها مثالا في التقدم ولموذجا للرقي حتى تغنى الشعراء بجمالها وباتت زيارتها أو الإقامة فيها حلما يراود طلبة العلم ورواد الفن وغيرهم الكثير تميزت بغداد بروعة حدائقها وخضرة أريافها وعظمة قصورها والزخارف التي تزين قاعاتها وبواباتها كما أشهد المؤرخون بفخامة عمرانها ونبوغ علمائها وأعلامها وكثرة دورها ومنازلها ودروبها ومحلها وأسواقها أما اليوم وبعد أن كثرت عاديات الزمان على بغداد تحاول الأحزاب الحاكمة أن تقتلع إرثها العظيم عبر تشويه معالمها ومحاولة تمصي ألقها بدوافع طائفية وانتقامية فخربوا بنيانها وأفسدوا أرضها ولوثوا هواءها وأسن ماءها وامتلأت طرقاتها بالنفايات وسكن نحو ستة ملايين من ناسها العشوائيات فيما أرهب سكان حزامها تنكيلا بين قتل واعتقال حتى استبعدت العاصمة من سباق أفضل المدن للعيش في العالم لعام 2020 وفقا لمجلة جلوبال فاينانس المختصة بالتصنيفات القرية والدولية حيث لم يشملها أي تقييم إيجابي وفقا لعوامل القوة الاقتصادية والبحث والتطوير والتفاعل الثقافي والبيئة وعدد الوفيات بسبب كورونا وعلى الرغم من تعرض المدينة للغزو لأكثر من عشرين مرة على مر تاريخها وما عانته من سنوات عجاف إلا أنها سرعان ما كانت تفيق بعدها ويسطع نورها من جديد فلم ترهب أهلها كل أصناف القمع وأشكال التنكيل على يد أحزاب السلطة وميليشياتها منذ سبعة عشر عاما مضت وها هي حناجرهم تصدح في الشوارع والساحات والميادين رفضا وتنكيلا بالاحتلالين الأمريكي والإيراني معلنين إصرارهم على إنهاء عملية سياسية بنهجها الطائفي واستعادة وطنهم المسلوب